مرحبا وأهلا وسهلا أنضم إليكم من الإمارات وأنا في الطريق من أبو دبي لدبي أنا ناثان تك المتحدث الإطليمي باسم الخارجية الأمريكية وإليكم ملخص أخبار ديبلوماسية الأمريكية خلال الأسبوع الماضي في يوم الاثنين الماضي عقد مجلس الأمن جلسة طارقة بشأن كوريا الشمالية وطلب التسفير الأمريكية لدى الأمم المتحدة باتخاذ أقوى الإشراءات الممكنة رد على الإختبار النووي الأخير من قبل كوريا الشمالية في ملف الروهينيا ألقت الناطق باسم الخارجية الأمريكية بيانا صحفيا ونددت فيه الوضع المضطرب في ولاية راخين في شمال بورما عقد الرئيس دونالد تراب بوتمر الصحفي في البيت الأبيض مع أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمن الصباح وأكد الرئيس خلاله على التزام البلدين بالمصالح الأمنية المشتركة وأيضا في العلاقات الأمريكية الكويتية استضافة الخارجية الأمريكية مؤتمر الحوار الاستراتيجي الأمريكي الكويت بمشاركة كل من وزير الخارجية الأمريكي راكس تولوسن والنائب الأول للرئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الكويتية هذه كانت أهم التطورات في الديبلوماسية الأمريكية خلال أسبوع الأسبوع الماضي وسألقاكم في الأسبوع القادم حتى نتحدث عن المزيد من التطورات شكرا جزيلا شكرا جزيلا